موسيقى اهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجنا السادة المحترمون حوارنا النهاردة شديد الاختلاف لانه مع روائية ومفكرة مصرية فوق العادة اذا صح التعبير تثير الجدل دائما بتعبير اخر لا تخشى الدخول في اي معركة على الاطلاق مهما كان حجمها ودفعت التمن اكتر من مرة ومرة ومرة اما بالسجن او بالنافية او بالمنع من النشر الاخ الدكتورة نوالي السعداوي نورتينا اهلا بكم زي الصحة كله تمام؟ نوال السعداوي ناقدة وكاتبة وروائية مصرية واحدة من اهم المدافعات عن حقوق المرأة في مصر والعالم العربي ولدت بالقاهرة في السابع والعشرين من اكتوبر عام 1930 تخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة في ديسمبر عام 1954 وتخصصت في مجال الامراض الصدرية وحصلت على ماجستير الصحة العامة عام 1966 من جامعة كولومبيا بالنيورك ثم فصلت من وزارة الصحة بسبب ارائيها وكتابتها على خلفية مؤلفها المرأة والجنس الذي نشرته بلغة العربية في حينها في بداية الستينيات والذي منع توزيعه اتجهت بعد ذلك الى الكتابة العلمية والأدبية لتدور الفكرة الاساسية لاعمالها حول الربط بين تحرير المرأة والانسان من ناحية وتحرير الوطن من ناحية اخرى من مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية وهو الامر الذي وضعه في مقدمة المدافعين عن حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص بلغت مؤلفتها اكثر من خمسين مؤلفا عرفت نوال اسعدوي باراء فكرية اثارت جدلا واسعا في العقيدة واصول الاسلام ومن ارائها انها تعتبر الحجاب عادة جاهلية وان بعض تقص المستخدمة في الحج من بقايا الوثنية كما طلبت بان يكون نصيب المرأة من المراث مثل نصيب الرجل وان ينسب الولد لامه حيث اثرت على تسمية نفسها نوال زينب نسبة الى امها ونتيجة لمجملية تلك الاراء والكتابات واجهت نوال اسعدوي العديد من الصعوبات في حياتها حيث تعرضت للسجن في السادس من سبتمبر عام 1981 لمدة شهري كما تم رفع قضايا ضدها من قبل اسلاميين مثل قضية الحزبة لتفريق بينها وبين زوجها كما وضع اسمها على قائمة الموت للجماعات الاسلامية كما رفضت محكمة القضايا الاداري بمجلس الدولة في مصر في 12 مايو 2008 اسقط الجنسية المصرية عنها في دعوة رفعها ضدها احد المحامين بسبب رأيها المدافعة عن حقوق المرأة وخلال مشوار اسعدوي الادبي حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة رابطة الادب الافريقي وجائزة جبران الادبية وجائزة من جماعيات الصداقة العربية الفرنسية وجائزة من المجلس الاعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالاضافة الى الدكتوراه الفخرية من قبل الكثير من الجامعات الاجنبية ازاي حال البلد؟ حال البلد شوف يعني عشان نكون موضوعيين احسن مستداتهم ومبارك ليه؟ بعد الثورة بتاعت يناير يعني طبعا ثورة يناير اجهضت الى حد كبير ولكن المرحلة اللي احنا فيها مرحلة افضل من عصر السادات ومن عصر مبارك فيه اخطاء كبيرة جدا بتقوم بيها الحكومة والدولة وتناقضات خطيرة الشباب محبوس مفكرين بيتحبسوا شعراء بيتحبسوا يعني تناقض خطير يقولوا لنا جددوا الفكر الديني وبعدين يضربوا اللي بيجدد الفكر يعني كل ده موجود ومع ذلك لا اريد ان اعود الى عصر السادات او مبارك او الاخوان بتشوفي فين الاختلاف يا دكتور نوال الاختلاف بين مين ومين ما بين عصر السادات وعصر مبارك وبالقطع طبعا عصر الاخوان ده لا نختلف عليه لكن والحالة اللي احنا بنعيشها دلوقتي يعني من بعد يناير او على الاقل من بعد تلاتين ستة بتشوفي انه نظام الحكم الجديد ليه افضل من النظامين الاسبقين لانهم مشوا انا رأيي ان من عشان اكون منصفة يعني هي المشكلة بدأت من هزيمة سبعة وستين هزيمة عبد الناصر في سبعة وستين كانت هزيمة كبيرة هي بقى يعني نزلت بمشروع الوطني والتنمية وكل شيء وجي السادات طبعا بالانفتاح بتاع الخطير والمشروع مع ريجان السادات ريجان لا يمكن نفصل بين السادات وريجان واللي حصل في العالم مش بس مصر يعني الطيارات الدينية الخطيرة المتخلفة الاصولية عالمية مش بس في الاسلام في المسيحية والهندوكية والبوزية وفي كل حتة وبعدين جي مبارك تلاتين سنة تجريف للبلد وتعاون مع الاخوان في السر عالقل الأشياء فتاة أولا ثورة يناير أجهدت من الخارج والداخل إزاي القوى الخارجية لأن الثورة لو الشعب المصري قام زي ما قام في 25 يناير 2011 ملايين في الشوارع وحركتني النقط حاجة ما كانش أحد يتصورها أنا كنت قاعدة في مداني التحرير مزهولة إن الشباب اللي حواليه أكثر تقدم مني وقريين شغلي من 20 سنة أو 30 سنة وقاعدين أنا بقيت مبهورة بهذه الثورة اللي أجهد هذه الثورة القوى التي التفت حول البردعي وراح تقبلته في المطار واللي عملوا أحزاب جديدة وبتوع الأحزاب القديمة النخبة المصرية التقليدية المخضرمة اللي بتشتغل سياسة طول الوقت بتشتغل مع كل الأنظمة سياسة أجهدوها إزاي يعني اللي التفت حول البردعي أقولك لأنا عشتها يوم بيوم كنا نبقى قاعدين في مدان التحرير كده وبنتفق على أشياء مئات قاعدين بالشباب والناس النخبة دي تاخد جنب لوحدها ويعملوا اجتماعات من ورانا من وراء الثورة ويروحوا يقابلوا يعملوا مفاوضات مع مشير طنطاوي لأن مبارك عين طنطاوي وكان ده غلط مش مفروض يعين ده هو معزول مخلوع يوم يعين إزاي أسفلت ليه يا دكتورة مش شايفة أنه البردعي جزء من هذه الثورة أو أيقونة للثورة في حين أنه كاثرين بيقولوا لا يعني وجوده أو عودته للقاهرة في 2010 كان سبب رئيسي أو من الأسباب اللي حركت الثورة فيما بعد إزاي؟ بالمنطق إزاي ما علقته بالثورة ده هو كان منفوفها وليه نخبة كان بيجتمع معهم في بيوته ومعاه نقاهم نقا النخبة دي يقعد معاهم وكان فيها شباب رحولوا المطار الملايين دي إيه علاقتها؟ يعني إحنا لما كنا في التحرير واسأل الشباب المئات اللي قاعدين والألف قلوهم تعرفوا البردعي يقولوا مين هو؟ مين هو البردع؟ ما يعرفوش الملايين ما يعرفوش هو عيش طول عمره وأنا سمعته في النيورك بيتكلم أيام حرب الخليج وأيام الحاجات دي يعني هو شخص كويس ولكن محدود الأفق وبعدين موظف كويس جدا موظف دولي كويس وله أيضا عيوبه لأنه طبعا خاضع للقوى الأمريكية الكبرى زي أي حد تاني زي بطرس غالي وغلهم 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 يعني يعني وليس له علاقة بالثورة اللي في فصل اللي طلعت لأنه عايش بره طول وقت طول وقت فازاي يجي بالطيارة بيبقى أيقونة الثورة وذلك مشي ولما مشي ما فيش واحد خرج لما هو مشي الملايين ما أمتش ليه لو هو أيقونة الثورة ومشي واستقال ومشي كان الشعب يخرج بقى ولا حد دري فعايزة أقول أنه طبعا فيه في النخبة ناس كويسة ومخلصة ومعظمهم مخلصين ولكن ضعاف وخوافين ولهم مصالح حزبية كل واحد عيب رئيس حزب ويبقى زعيم ويطلع في التلفزيون كل يوم ناس تنجموا بعد الثورة استخدموا الثورة لأنفسهم فضيعوا الثورة زائد القوى الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية أوباما وهيلاري هيلاري كلونتون جات كانوا خايفين أكتر حاجة كانت مخوفة أوباما وهيلاري كلونتون والاتحاد الأوروبي أكتر حاجة مخوفة وأن الشعب قام وأنه ما يبقلوش قيادة هم عايزين يبقلو قيادة عايزين يمسكوه يفرملوه فجابوا لنا هذه النخبة عشان تفرمل وتمسك هي فتم إجهاض الصورة الصورة دي يحدك بتشوفيها إزاي يعني لما نيجي نقول أنه المشروع الفكري والثقافي والتقدمي المصري بدأ في مرحلة الانهيار من بعد 67 هل كنت تتصوري أنه صورة يناير من الممكن أنها تعيد بناء المشروع ده من أول وجديد يبقى في حالة فكرية مختلفة في المجتمع المصري طبعا طبعا الصالة دي أنا رجعت من المنفى تقريبا أنا كنت قاشت المنفى أيام السادات طبعا سادات حطتني في السجن وبعدين كنت بين مصر والخارج لأ كنت أقدر عايش في مصر لأنا الحكومة متهداني الأخوان متهداني السلفيين متهداني والحكومة متعاونة مع الأخوان والسلفيين عشان يشتموني في التلفزيون وهدروا دمي اتعمل ست قضايا حزبة ضدي يعني عايزيني يتعرق ابتي فأنا كنت كويس برا الجامعات كانوا بيستبوني أروح أدرس فروحت لكن رلعت بالصفة تقريبا نهائية في سبتمبر 2009 من ساعة ما رجعت لو أقامت الثورة الصالة دي اللي انت شايفها كانت بيتبقى مليانة شباب وشبات قبل يناير كويس كانوا بيجوا هنا اللي قاروا ابتدوا الشباب اللي قاروا شغلي زائد إن مدبولي أعاد كتبي طبعا ما دفعيش فلوس أعاد كتبي وغالية لكن الشباب ابتدوا يقرأها فابتدوا يجولوا وعرفوا إن أنا رجعت مصر فابتدوا يجولوا باستمرار باستمرار كان فيه اجتماعات فكرية هنا وحاولنا نعمل اتحاد نسائي وكان معنا شباب عيلين وحاولنا وعملوا دلوقتي حاجة اسمها ملتقى نوال السعداء وهم الشباب اللي أنا قابلتهم في نهاية 2009 و2010 ودول اللي إحنا رحنا سوى التحرير يعني أنا مروحش تحرير لوحدي أنا رحت مع أولاء الشباب إلى التحرير كويس فاللي حصل أن أنت بتقولي الثورة ليه ما عملتش إيه السؤال بتاعك هل نقدر نقول أنه ثورة يناير من المفترض أنها كانت تخلق حراك فكري جديد والتعيد بناء مشروع فكري خلقت 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 حراك لمست دا فينا دكتور في الملتقى في الملتقى اللي إحنا في في الملتقيات اللي بتتعامل كل شهر كل شهر وقبل كده كان كل أسبوع هنا في ملتقى وطبعا مش هنا بس مية المية في كتاب ومفكرين كانوا بيعملوا في بيوتهم ملتقيات الإعلام أصل اللي بيحصل إيه شوف ملتقى الملتقى بتاعنا دا بقالوا 13 شهر كل شهر بيلخصوا كتاب من كتبي الإعلام ولا جاب سيرة حاجة ولا الأكومة ولا حاجة يعني بتطلع حواجات الشباب بيعملها صورات فكرية محدش ينتمهلها ليه مش عايزين الشعب الجاهل من السهل حكمه هم عايزين شعب جاهل طب تعتقدي أنه نمط الحكم الحالي مش مستعدي يشجع تطور فكري أو مشاريع فكرية أكثر تقدما وأكثر تحرورا ما شفتش أنا ما شفتش ما شفتش بادرة لده أنا أنا بكتف الأهرام أظن بعد الصورة آه بعد صورة يناير أكيد بعد الصورة طبعا بعد الصورة فتحوني الباب شوية بكتف الأهرام كنت بكتف في المصر اليوم أيضا لا أنا كنت بكتف في المصر اليوم قبل الصورة قبل الصورة حتى وأنا في المنفى كنت بكتف في المصر اليوم وبعدين مصر اليوم طبعا لم يتحمل كتاباتي فبكتف الأهرام وطبعا كل جريدة لها سقف صحيح كل جريدة لها سقف وكل إنسان له سقف وكل حكومة لها سقف طبعا طبيعي ففي انفراجة أنت بتقولي دلوقتي أحسن ولا؟ ده بعد دلوقتي أحسن دلوقتي أحسن من أيام فاتت حتى في ظل إن احنا نلاقي إسلام بحيرية سجن فاطمة نعوت يطلع عليها حكم مش عارف إبراهيم عيسى يهدد بكذا سيد القمني يتحرك من بيته بالعفية يطلع في برنامج الأزهر يطلع بيان ضده يعني فظل كل ده وأقول إنه لسه في حراك ولسه في أمل ويمكن يكون أفضل مما سبق يا سيدي حصل أيام السادات ومبارك أكتر من كده وناس اتحبسوا لكن لأنهم مجهولين يعني دول انت قلتني شوية أسماء معروفة شوف الآلاف والمئات اللي مش معرفين في السجون أنا لما اتحبست أيام السادات مفيش حد نطق كان توفيق الحكيم رئيس اتحاد الكتاب وكت أنا عض ومؤسسة من ضمن المؤسسة اتحاد الكتاب وما نطقش كلمة على القل اتحاد الكتاب الآن بيتكلم وبيقول فيه ناس اتحبسوا الإعلام كله بيتكلم على الناس اللي اتحبسوا مش كده ولا إيه دي نتائج الثورة أيوة طبعا لكن هل هي لكن قبل كده كان كل الناس سكتة دي أشوفها انها نتائج طبيعية للثورة ولا أشوف انه النظام أكثر تحرورا الاتنين سوا الثورة لعب الدور في كسر حاجز الخوف وفي كسر الناس بتادها تتكلم يعني ده جميع الإعلام قاعد يكلم عن إسلام بحيري ده كلنا إسلام بحيري أظن حد كتب في الأهراض مش عارفة إيه إيه يعني ما فيش واحد بيتحقق معها أنا تعامل ضدي ست قضايا حزبة محدش نطق نطق ده لأنه يمكن كانت المجتمع والأقلام مكبوتة أو مهددة أو خائفة طيب لكن هرجع تاني برضو على أنه ده وارد أنه ده مجرد نتاج لثورة طبعا لكن النظام يقف متفرجا أمام قضايا الإصدراء أو قضايا ما يطلق عليه خدش الحياة زي أحمد ناجي كان بيحصل كل يوم يعني كأن دي ظاهرة كده طلع كده من الصفر أنا بنداج جدا لما أبو سلاقي المثقفين النخبة منداجة قالت ده أنا حتى أيام أبناصر الرقابة كانت موجودة وتهددنا أيام أبناصر وأي أيام السادات يعني أنا عملت روايات يعني ما فاش طبعا جريئة وتقتحم عندنا 56 مؤلف ما بين رواية ومؤلفات فكرية وكتبت مصرحية أعدت فيها في المنفى خمس سنين بره مصرحية واحدة فعايز أقول إيه ده كان بيحصل بس كانت الأفواه مكممة الإعلام صامت متعاون تماما مع الدولة الإعلام دلوقتي عايز أقول حاجة مهمة قوي للإعلام الإعلام دلوقتي بقى فيه إعلام حكومي اللي هو التلفزيون وال اللي هو المملوك للدولة الحكومي ما سبيره وفيه الخاص والإتنين أسوأ من بعض معلش أنا بكلم حلو الخاص بيمولوا رجال الأعمال أنا بسميهم الحيتان الحيتان كل حوت عمله قناة فضائية ويشتم في الأعداء وأباء والأخوان عملوا قناوات فضائية والسلفيين بقى الإعلام الخاص خطير جدا والإعلام الحكومي ضعيف وخطير أيضا لأنه مطيع ومنافط فأنت تروح فين بقى أنت تروح فين أنا بقى لي مدة ما بطلعش في الإعلام خلاص لأن عمري ما تعمل معايا حوار إلا يا إما شوه يا إما قطعوا اللي هم عايزينه يا إما لما كون على الهوى يوقفني يوقفني وواحد حوارني متقدم جدا جدا أول سؤال يقول لي إيه أنت مسلمة ولا لا تصور واحد مركسي حتى ما فروض يترد عليه تقاله وإنت مالك لا لا هقولت له أي إسلام بتاع الشعودية ولا مصر هقوله إيه هقولت له تقصد إسلام إيه السعودية ولا مصر ولا تونس ولا ما فيه كذا إسلام كل نظام سياسي يفسر الإسلام كما يشاء فأنت عايزني أبقى مسلمة تابع أي نظام فما عرفش يرد وأسقطها في أن ده واحد مركسي بيعمل معايا حوار ويقول لي يا سلام ده أنا بقى أسئلك 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 وتقدمها هذا دي أول سؤال يقوله لي هل أنت مسلمة ولا لا إمتى إمتى يا دكتورة قبل إمتى تنزعجي لما حد يسأل على ديانة حد مش بس ديانة الدكتورة نوال طبعا يعني أنه حد يقولك هو أنت مسلم ولا مسيح أنزعج جدا وخصوصا إن إحنا ورسنا أنا أبويا متخرج من الأظهر صحيح وكان ناقد للتعليم الأظهري وواسع الأفق وكان دايما يقول الإيمان بالوراثة باطل كلنا ورسنا الأديان عن أهلنا أنا لو أبويا ابطي كنت بيت ابطي لكن بالصدفة أبويا مسلم فبيت مسلمة ومع ذلك الناس تموت بعض وتقتل بعض وتسأل بعض أنت إيه مسلم والله ابطي مش ده غباء الناس بتسأل السؤال ده ليه خوف من إيه الرعب لا بالطفولة بالطفولة أنت عارف إحنا بنترمى بالطفولة إن إحنا نخاف من النار أنا أذكر أنا كنت طفلة شائية جدا عرف عرفت من أنا أنت أبكتش تولدت علشان كتبتي على دار في واحدة من مؤلفات أنت أبكتش تولدت كتبتي على كده بصدر فأنا كنت شائية جدا فالمدرسين بقى كلهم يقولوا أنت هتتحرق في الجهنم في النار فرحت الأمي أعيط بترعب قلت لها أنا هتحرق نار قالت لي فين أنا أمي تصورت النار المطبخ ولا ولا حاجة قلت لها لا النار قالت لي نار إيه؟ قلت لها النار المدرسين بيقولولي كذا كذا فأمي قالت لي ما فيش نار النار دي رمز لكن ما فيش نار في الأخرة تصور أمي أمي وأبويا يقول الإيمان بالوراسة باطل و جديتي الفلاحة كانت أول درس في الإسلام الدتهولي إن ربنا هو العدل عارفوه بالعقل لأن الأم ده ماسك لها القرآن ويقول لها انت جاهلة هي جديتي بتقوله أنت ربنا هيعقبك لأنك بتسرع القطن بتاعنا وتديه للإنجليز ويودوه للملك والإنجليز وكذا أمي بقى أيام الملك والإنجليز فهو ماسك القرآن يقول لها ربنا انت بتكلمي عن ربنا انت تعرفي ربنا قريتي القرآن فجديتي ترد كده وكانت طويلة فقا تقول له ومين قالك إن ربنا هو القرآن ربنا هو العدل عرفوه بالعقل يا عمدة أدي أول درس في الإسلام الإسلام عدل مش نص ديني يجبهولي في كتاب طب ما الملايين الفلاحين بيؤمنوا بالإسلام وما أروش القرآن ملايين المسيحيين بيؤمنوا مسيحية ما أروش الإنجيل فالناس بتؤمن بالفترة كده لأنهم بيبحثوا عن العدل الناس بتؤمن بالله ليه لأنها تبحث عن العدل عن العدالة عن الحرية عن المسواة عن الإنسانية فالله روز للعدل وما أروش ولا كتاب ديني لكن يجوا الدول بقى والحكومات واللي مأجرينهم من رجال الدين يجوا بقى يقولوا الناس لا الدين هو الكتاب ده اللي انت ما قرطوش ولو قريته تقراب الطريقة دي بالضبط بالتفسير اللي احنا مفسرينه فالحقيقة يعني انت بتقول لي ليه الخوف الخوف مرعرع من الطفولة الخوف ده تولد عند المصريين إمتى هل هو موجود من زمان جدا ولا هو اتولد عند المصريين في مرحلة أو حقبة زمانية معينة يعني ساعات بحس انه الخوف ده نشأ وترعرع وتربى يمكن من بعد الهجرة إلى الأفكار الوهابية والعودة محملين بهذه الوهابيات برة تانية لأ من قبل كده أولا مخوف مش بس المصريين في العالم كله أنا عايشت في أمريكا 15 سنة وروحت أوروبا الرعب من جهنم أولا من الطفولة لأن الطفل أو الطفلة بيتعلم في الكنيسة وفي الجانع في المدارس لو سوف يعزب في الجحيم في الجحيم في كل الأديان أو الجنة إذا سمعت الكلام سمعت الكلام بطريقتنا برضا أي بالزبط فالخوف متقصل في البشرية من أول حواء من أول ما حصل أن حواء بقت مسؤولة عن الخطيقة اللي هي المعرفة هي الخطيقة كانت المعرفة سمرت المعرفة أنها أكلت من شجرة المعرفة من أول ما الإله اعتبر المعرفة خطيقة ومسؤول عنها المرأة ابتدى الخوف وابتدت مشكلة المرأة وابتدى العقاب والثواب يعني تدوس لأي الناس إيه ده موجود في كل الأديان في كل الأديان طبعا في جميع الأديان أن المعرفة خطيقة في كل الأديان وأن سبب هذه الخطيقة هو المرأة المرأة في كل الأديان ففضل المرأة مضطهدة منذ بدء الخليق المرأة مضطهدة في جميع الأديان ليس من منذ بدء الخليقة لا من أمد؟ لا منذ تحول المجتمع من النظام الأمومي الاشتراكي اللي فيه مسواه إلى النظام الطبقي الأبوي إحنا عندنا وبدأ مثل بمصر الأديمة أنت عارف في مصر الأديمة كان عندنا الإله إزيس طبعا إلهة الحكمة ما كانتش إلهة الإنجاب والولادة كانت إلهة العقل معات معات إلهة العدل صحيح السخمة كانت نقيبة الأطباء وإلهة الصحة فالنساء دول انهزموا أمام راع وأمون وانتقل المجتمع سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا من النظام الأمومي اللي كان فيه مسواه إلى حد كبير واحترام كبير للمرأة والأطفال بيحملوا اسم الأم والعرش يورس عن طريق الأم انتقل إلى اسم الأب واسم الأم عار العرش يورس عن طريق الأم اللي بنسميه النظام الأبوي الطبقي هو ده اللي عمل المشكلة في العالم كله في العالم كله وبيحاولوا يعالجوه يعني فيه بلاد لوقتي بتعالج هذا النظام لأنهم شقصوه صح أصلا أنا لما بسافر بروح أسبانيا مثلا انت عارف في أسبانيا كان عندهم أطفال غير شرعيين زينا كده احنا عندنا ثلاثة مليون طفل في الشوارع وغير شرعي ليه لأن لو الطفل الأب ما تعرفش بيبقى غير شرعي لو حمل اسمه أمه يبقى ابن زين عار وكان أسبانيا كده غيره عملوا إيه؟ غيره بقى الطفل لما يتولد يحمل الاتنين بالقانون اسم الأب والأم بالقانون وإذا الأب ما تعرفش يحمل اسم الأم ويبقى شرعي ويدخل المدارس ويأخذ جميع الحقوق مثل أي طفل تاني بيحمل اسم الأب وعلى فكرة الحكومة المصرية عملت خطوة جيدة جدا سنة 2008 غيروا قانون الطفل لأن أصبحت مشكلة الأطفال خطيرة طب ده كده كان فيه بقى تحركات تقدمية أيام مباركة آه بس بسبب شابات منهم مونة حلمي الدكتورة مونة حلمي دكتورة مونة حلمي آه وغيرها وغيرها كان فيه حركة خاضوا معركة 2005 و2006 2006 وخمسة وستة وسبعة وخدوها المحكمة لأنها مضت المقال بتاعها فروزة اليوسف باسم أمها وأبوها صحيح فخدوها المحكمة وكسبت القضية كسبت لأن كان فيه محامين عندهم ضمير وابتدى الشباب يعني يتكلموا الفضائيات تتكلم وأنا فاكرة جمالي البنة اللي هو أخه ساند القضية أخه حسن البنة وسيرة القضية بالإضافة أن ملايين الأطفال الغير شرعيين بقوا قنبلة موقوتة يعني الدولة مش عارفة تعمل فيهم إيه بيتحولوا إلى مجرمين فهي عايزة تعالج مشكلة الأطفال الشوارع فطلعوا قانون جديد أو عدلوا قانون الطفل في مايو 2008 وقالوا الطفل المجهول الأب يحمل اسم الأم ويحظى بالحقوق يدخل المدرسة ويتعملوا شهادة ميلاد ويحظى بالحقوق اللي بيحظى بيها اللي بيحمل اسم الأرض وده ما كانش موجود طيب بالعودة لمسألة الحقوق إن الإنسان ياخد حقوقه وبرضو بالعودة لسؤالنا الأول سؤال من الأسئلة بتاعت فكرة الإنزعاج إنت مسلم إنت مسيحي إنت يهودي وما إلا ذلك حكتيلي إنه حبيتي مسيحي قبل كده ابتي أيوة مسيحي ابتي أيوة في أول في ربيع عمري وأنا في كلية الطب دي أيام الصورة دي أيوة بالضبط إيه اللي حصل والدي كان متفتح جدا وأزهري بس دخل دار العلوم ومدخل كلية المعلمين معلم نفسه فرنساوي يعني ما نقدرش نقول إنه أزهري يعني فكان معجب بهذه الشخصية جدا لأن أنا لما قدمته له معجب به جدا وما كانش عنده معنا أننا نتزوج لكن القانون وقف ضدنا القانون يحول القانون يمنع المسلمة أن تتزوق ابتي لكن العكس جائز لكن الرجل المسلم يتزوج ابتي وحتى أنا اشتبويا في الحاجة قال لي غلط قال لي مش دا الإسلام أبدا ليس هذا هو الإسلام فيعني فطبعا ما دير ناشنج جاوس ولذلك أنا بطالب دايما من ساعتها وأنا بطالب بقانون مدني موحد للأسرة المصرية سواء ابتية أو مسلمة لأن دا هيوحد الشعب هيمنع الفتنة الطائفية وبعدين العدل من العدل من العدل ايه ابتي ومسلم دا واحد أبوه طلع ابتي ليه أعاقب الولد أو واحدة أبوه هطلع المسلم ليه أعاقبها فإحنا من لا نشغل بخنا فكرة الزدواجي دا القوانين دي تقسم المجتمع جدا بتعمل فتنة أنا ليه بحب شبرة لأن نفسها أباط العمارة دي تلت تربحها أباط بحس كده أن أنا متقالفة مع الشعب المصري أنا مش فاهمة أباط دا القباط دول أصل البلد دا هم يعني مصر كانت قبطية قبل أن تكون مسلمين قال لي ايه اللي بيحصل وبعدين مش مفروض يبقى فيه تفرقة على الإطلاق الدستور عندنا بيقول الناس سواسية بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الطبقة طب نطبق الدستور لكن لا لا يجوز لا يجوز طيب لا يجوز هستأذن أن أنا أروح لفاصل بعد الفاصل دا عايز أعرف نحط برضو سؤال كده فكرة ماذا حدث للمصريين هل المصريين اتغيروا بأنه حصل دفع من جيران حصل دفع من قوة مختلفة أنه طريق التفكير المصريين تتغير لبسوهم يتغير تصوراتهم وأحلامهم تتغير هنجاوب بعد الفاصل نكمل الكلام مع الدكتورة نوالي السعداوي كنت بقول إيه؟ إنه إيه اللي خلى المصريين يتغيروا يا دكتور اللبس اتغير طريقة التفكير اتغير طريقة الكلام اتغيرت هل التغيرات دي حصلة لأنه في ناس من جيرانا بشكل أو بآخر كدخلت جوه المجتمع دفعت المجتمع دفعا لهذا الشكل الجديد أولا أنا مؤمنة بالتغيير يعني لا يوجد شعب في العالم لا يتغير بس تغيرنا كان سلبي أوي سلبي وإيجابي يعني أنا مش لابسا لا يلف كويس مش لابسة ضعبوت بس مش لابسة نقاب مش لابسة نقاب آه ده ملوش علاقة بمصر النقاب ده جاي لنا من السلافيين في السعودية مش معلناش ولا الحجاب ده مش بتاع مصر أنا أمي ما كانتش محجبة ولا جدتي كانت محجبة أم أمي والفلاحة غير محجبة هي بتلبس الطرحة دي عشان الشمس زي اللي بلبسه عقال عشان الشمس ما هو ده لنا بقوله يعني لما كنا نشوف جيلي يتفرج على أفلام أبيض و سود قديمة أوي أفلام عبد الوهاب ما كناش بنشوف الشكل ده من الأزياء لا بس برضو عايزة أقول إيه أصدر فيه ناس بيقولك يا سلام أيام المكلسوم كان البنات قاعدين في الصلاة والستات لبسين جابونية أنا لا أريد أن أعود إلى أيام الجابونية عايزين نعود لي فين؟ أنا ضد التعرية و ضد التغطية بمعنى إيه؟ أنا لما كنت بدرس في أمريكا كان البنات بيجولي عريانين يعني كده وحطين مكياش حاجات بسيطة كده لا وعريانين تقريبا عريانين كنت بأطردهم الحس أقول لهم لا أنا مش عايزة البنات تيجيلي كده بمعينة بلاش تطرف يعني لا التعرية ولا التغطية لأن التعرية معناها أن المرأة مستعبدة بالسوق هي سلعة هي سلعة بتتعرى علشان تجسدها يباع علشان تغري الرجال يعني داخل في منطق النظام الطبقي الأبوي السوق وإزاي المرأة بتبقى سلعة في السوق هذه التعرية فأنا ضدها وكأنها عبدي يباع يعني الرجل لا يتعرى ولا يتغطى الرجل لابس هدومه عادية شغل يلبس بلطه أبيض دكتور يلبس يلبس أفرول يلبس الوقت حسب شغله المرأة كده المرأة ليه أزيقها يا إما تتعرى يا إما تتغطى تتغطى تحت اسم الأديان وتتعرى تحت اسم الزوق أنا ضد ده أنا محبش أرجع ألبس جابوني لا لكن ألبس ميقه على البحر عشان ده البحر أرض البحر أعم بالميو فكل لبس له وظيفة يعني الملابس ليس لها وظيفة دينية ولا أخلاقية ملابس لها وظيفة عملية دكتورة ألبس بلطه أبيض فإذا يعني إنت قلت لي سؤال التغير ده مهم قوي نحن نتغير إلى الأفضل أنا متفائلة ليه لي من يقول لي يا كل اللي يشوف يقول لي أنت شوفتي أحوال الدنيا صحيح ليه تبتسمي ومتفائلة وعمرك 85 سنة رب أن يجيلك أقول لك ليه لأن مؤمنة أن إحنا نسير إلى الأمام رغم كل النكاسات نسير إلى الأمام بس مش في خط مستقيم يعني زجزاج كده خط متعرج متعرج يعني نرجع خطوتين وراء نطلع ثلاث خطوات قدام ننزل ونطلع لكن المحصلة إلى الأمام ولذلك أنا متفائلة ده كنا بنتكلم دلوقتي أنا كنت ممنوعة صوتي ممنوعة سنين حتى في الحوارات الخاصة كوني نتكلم الآن ده إيجابية كوني بكت في الأهرام إيجابية مش أنا بس اللي زي ما هي دي إيجابية دي نتيجة صورة يناير لكن هل الدكتورة نوالي السعداوي ضيفة مرحب بيها على مكتبات الدولة منتديات وقاعات ثقافية للدولة لا ليه لا وزارة الثقافة مجلس الأعلى للثقافة لا يدعوني ولا وزارة الثقافة لأن طبيعي هقولي الكلام دا لهم لا لا هم باش عايزين كده هم عايزين موظفين مطيعين تبقي متفألة لي يا دكتور نوالي أصلي مش مهم ده ماهو في كل يعني أنا كنت في أمريكا ممنوعة من الكلام انت عارف الـ CNN والنيويورك تايمز والفاينانشال تايمز ده ليس قريب الفاينانشال طلبوا مني مقال ومن أشرهوش وكان علي سانسوشيب يعني مصادرة لصوتي ومنعي في أمريكا لأنهم مش عايزيني أنقض أمريكا ولا أنقض السوق بتاعهم صديات رأس مال متوحش طبعا طبعا بالنسبة لهم دي بأس مالية المتوحشة طبعا فكنت ممنوعة فالرقابة عالمية مش بس هنا هنا يمكن واضحة قوي هناك يعني يعني فيها رقة لكن طاخ هل ينفع أقول أنه كل مجتمع وكل أمة لها مقصتها طبعا طبعا ده إحنا الكوارث كلها كوارث مصر بسبب كوارث أمريكا لأن إحنا تابعين لها طبعية طبعية الإقتصادية إزاي ناخد معونا من أمريكا إزاي إزاي نعيش على معونات من سعودية وأمريكا وكده ده إحنا 90 مليون تصور لو أنتجنا مهوسادات عمل لنا كارثة أنت عرف أن إحنا بنستورد الفول المدمس يعني بنستورد حاجات نقدر ننتجها وندفع فيها عملة صعبة إيه ده ما هذا إيه اللي بيحدث ويقولك الاقتصاد واقع طبعا يقع لما نستورد الحاجات كلها اللي ممكن ننتجها في مصر برخص التراب اللعيب فينا أو اللعيب في الأنظمة والإزارات؟ الأنظمة لا مش فينا يقص الشعب ده المصريين أنا لما درست في أوروبا وأمريكا وبشوف المصريين بره في منتهى الزكاء إحنا كنا الأوائل المصريين كنا الأوائل في جامعة كولومبيا لما كنت بدرس ناك دراسات عليا سنة 65 المصريين كانوا الأوائل تصور؟ لا إحنا عندنا جينات كانوا لا لازالوا لازالوا إحنا عندنا جينات وأنا مؤمنة قوي قوي بموضوع الجينات ده أم الايه اللي مغلب جين الكسل علينا اليومين دول؟ الايه؟ ايه اللي مغلب جين الكسل علينا اليومين دول؟ مش إحنا الأنظمة شوف قد إيه النظام كبلني أنا طول عمري يعني أنا ما شفتش أبداً انفراجة كده أبداً لغاية أنها عند وزارة الثقافة والمجلس أعلى للثقافة لا يمكن يدعوني في ندوة لا يمكن وإذا دعوني يدعوني بطريقة مهينة لا أقبلها فيعني ما بيحترموش المثقفين ولا بيخافوا؟ بيخافوا بيخافوا وإيه اللي يخوفوا من الدكتورة نوالي السعداء؟ لأنه ما ليش حسابات مع حد ما ليش حسابات ما ليش مصار يعني لما كنا بنتكلم على الملتقة و13 شهر يا رب يبقوا 130 شهر كمان وبعدين نتكلم أنه أغلب الحاضرين اللي لم يكن كلهم شبان وشبات طيب ويبقى أنه هذا الكلام وهذه الأفكار بتلقى قبول ورواج واقتناع لدى الفئات العمرية دي حلو اللي هي أغلب الشعب الله وهم 60% 65% حلو قوي وفي نفس الوقت ألاقي كل شوية الدولة تقول لي إحنا بنعتم بالشباب وبعدين الدولة تقول لي إحنا عايزين نسقف الشباب وبعدين الدولة تقول لي إحنا عايزين الشباب متقدم ومتحضر في تفكيره الله طب ووزارة الثقافة ليه ما بتساعدش الدكتورة نوالي السعداوي وغيرها من مفكرات ومفكرين ياخدوا البلد ويطلعوا بيها الأمدام لا لأن نظام قائم على عدم المساواة اللا مساواة النظام جميع الأنظمة جميع الأنظمة في العالم بتبرر اللا مساواة أنا قريت من كم يوم مقال لواحد عمل نفسه فيلسوف وبيقولك اللا مساواة هي أصل سنة الكون وليس المساواة خدت بالك يعني كأن الظلم هو الأساس الكون وليس العدل آه صحيح بالأنظمة الأنظمة السياسية والاقتصادية والدينية جعلت الظلم هو أساس النظام الظلم ولذلك الدولة تتكلم عن المرأة يا خبرة بيدة كل شيء يقولك المرأة النهود بالمرأة هل انعكس دا على تغيير قانون واحد البرلمان بتاعنا دا هل يغير قانون الأسرة الخطير قانون الأحوال الشخصية في مصر خطير ومن أكثر القوانين رجعية في العالم العربي كله ليه ليه أقولك الأسرة المصرية ممكن قوي تبقى مستقرة والأمة عندها عشر أطفال ويجي زوجها يشوف واحدة بنت رقاصة ينشغل بيها يروح للمأزون ويبعت لها ورقة الطلاق بالبريد ويطلقها ويجوز هذه البنت ويكون عمره تمانين سنة أو سبعين سنة أو ستين سنة أو تسعين سنة وياخد بنت قاصر قاصر زواج القاصرات فإزاي أنت تبني أسرة على أنها تنحل كده وتتفركش في لاحظة في نزوة هل دا قانون؟ دا حاجة تعدد الزوجات يا خبر دا خطير تعدد الزوجات دا دا هو بيخلي الأطفال يكرهوا بعض والزوجات الضرات يكرهوا بعض والحوادث كلها بصعب تعدد الزوجات وبعدين تونس منعت دا يقولك لا دا في القرآن وكذب ليس في القرآن وبلاد عربية غيرت ومنعت زي تونس وبعدين تعدد الزوجات بيعمل انفجار سكاني لأن الرجل بيتزوج أربعة وكلهم بيخلفوا هو المنطوق الإلهي أفاد بأنه ولن تعدلوا بالضبط وتونس ارتكزت على هذه الآية ومنعت ولذلك تونس تقدمت جدا ما عندهش انفجار سكاني تونس تقدمت في التعليم أنت عارف أن أنا كتبي أيام السادات ومبارك كانت منوعة هنا كانت بتدرس في تونس وترجمت فرنساوي وانتشرت لكن كانت بتدرس في بلاد عربية في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وحتى في العراق لكن هنا كانت ممنوعة فعايزة أقول لك تونس سباقتنا وبتفسر الإسلام بطريقة جديدة ومختلفة ليه؟ طب ده هيخدني على مسألة التفسير بطريقة جديدة ومختلفة الرئيس الحالي سيدة عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث حول تجديد الخطاب الديني تطوير الخطاب يعني استخدام كل المصطلحات اللي تم استخدامها تجديد تطوير تحديث توقيع من أن يكون خطابا واقعيا وفكرة أن يكون خطابا متحضرا يقبله العقل وحتى اللحظة ما شوفناش ده بيحصل بل أنه شاب زريف لطيف حاول أن يتحدث وحاول أن يجدد وحاول أن يبحث موجود في الزنزانة دلوقتي اسمه إسلام بحيري لأن السيسي أولا هو لعب دور مع طبعا ثورة 30 يونيو الناس نزلوا شوارع وأنا فاكرة حتى السيسي كان متردد يساند الثورة ولا لا والناس كان بتقول الجيش يجي يخلصنا بالإخوان وكان متردد وبعدين حسم وقال ادوني تفويض ودخل الجيش ساند الثورة الشعبية واتخلصنا بالإخوان طبعا هو أنا 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 ما قابلتوش وأنا عادة لا أؤمن بحكم الفرد يعني أنا لا يمكن أقول أن فرد واحد يغير البلد مش ممكن مش ممكن لكن هو سابق غيره يعني هو تصريحاته كلها الحكومة بتعمل للضهم يعني هو يعني هو يقولك عاوزين دولة مدنية ديموقراطية والدولة والحكومة بتعمل العكس قال له إيه ده تناقض غريب بين رئيس الدولة والحكومة وبعدين يقولك خطة جميلة جدا ويقولك عاوزين تجديد الفكر الديني عاوزين تجديد فكر عاوزين وبعدين نبص نلاقي المفكرين والشعراء بيتحبسوا الله ماذا يحدث تناقض غريب بس ده له تفزير إيه هو أقولك إن 30 يونيو لما ضربت طيب فيه سؤال ليه شباب الثورة في السجون حدق يعني لما كنت في الملتاقة بتاع المركز الفرنسي قلت لهم افرجوا عن شباب الثورة وبكتب طول وقت ليه ده سؤال لما مبارك تشال الرأس فقط هو الذي تشال لكن جسد النظام موجود جسد النظام موجود باقي والحياة تدب فيه ولا في أي مؤسسات يعني المؤسسة الثقافية دي ليه ما بتتغيرش مش كفاية أنك تحط وزير علماني فيها لا الوزير علماني يعزلوه لكن مؤسسة الثقافة تقليدية طبقية أدوية خطيرة مؤسسة الأظهر طبقية أدوية دينية خطيرة المؤسسات اللي في البلد ما تغيرتش لكن انت غيرت بس رئيس الدولة وشوية وزراء ما يغيروش زائد إن ما فيش أحزاب أحزاب انتهازية زي ما بقولك ما فيش أحزاب في مصر ما عندناش نخبة بتعمل ومستعدية تشتغل النخبة اللي محترفة السياسة هي اللي أجهدت الثورة وكانت بتسيبنا قاعدين على الأسفلات ويروحوا يتفاوضوا مع المشير طمطاوي وعصام ومش عارفة وعلي سليمان أمر سليمان ومش عارفة إيه فده اللي مش عامل تغيير لأن الجسد النظام هو هو ده أنا شفت وزير بيمدح في سوزان مبارك ويقولك يا سلام ده سوزان مبارك دي عظيمة دي عملت القراءة للجميع ونهضت بالفكر سوزان مبارك كلمة نهضة بالفكرة دي كلمة كبيرة أوية في حين أن القراءة للجميع ده اللي فكر فيها توفيق الحكيم مش هي يعني فيعني عايزة أقول وفيه كمان رجال مبارك رجال المبارك بيتسللوا إلى الحكم ورجال السادات وده فإذا جسد النظام إذا لم يتغير ما فيش فايدة أنك تغير الراس أو الوجوه تغير وزيره طب والجسد ده يتغير إزاي؟ بينا إحنا الشعب إحنا نتغير ابدأ بنفسك لو كل واحد يقول كلمة ويدفع تمانها لو كل واحد ياخد موقف زي الدكتورة اللي في الأزهر اللي خلعت الحجاب وخلتهم وغيروا لأيه؟ لأنها أصرت على جد أصرت وقالت له ما فيش بند في الدستور بيقول إن أنا ألبس الحجاب في الأزهر قالوا لها طب ألبسيه في الأزهر لعيه برة قالت له ما ده تناقض ونفاق نفاق إزاي أقلعوا برة والبسوا هنا فزنقتهم فاضطروا يغيروا لائحة الأزهر وهي ألعة الحجاب وتذهب إلى الأزهر وإلى قاعات المحاضرات سافرة سافرة هو ده إحنا نغير لن يغير الشعب غير إحنا لن يغير المرأة غير المرأة ودايما نقول ابدأ بنفسك وهنا والآن يعني وإحنا في البرنامج ده إذا ما عملناش حاجة مختلفة يبقى ما عملناش حاجة بس قلت لي أنه ثقافة الخوف راسخة ومكرسة في النفوس ومش مرتبطة بدين واحد وإنما بكل الأديان فالناس بقالها قرون خايفة وقرون الناس بتخوفهم بحالات الهلعة والعذاب وإن كانش عذاب الأخرة فهيبقى في عذاب في الدنيا هذا ينفى هذا يقتل هذا يسجن هذا يمنع هذا يقطع عيشه هيتغيروا إزاي وهم خايفين طب ما في ناس اتغيرت طب ما احنا نبص الناس اللي دفعوا التمن يعني يعني إيه اللي جرى لهم يعني طب بصلي أنا يعني طب ما أنا دخلت السجن أمس دات واتنفيت وسمعاتي شوهت ده في شباب بيقول لي احنا جينا الملتقة وكنا متصورين هنشوف غولة هنشوف واحدة غولة كده فالتشويس طبعا طب درع لي إيه ولا حاجة قصة إحنا بنخاف من خيالنا على فكر الخوف ده احنا بنخاف من الموت ومن الجحيم يعني الأطفال بيتربوا على الخوف من الموت ومن الجحيم بيدرس لهم الأديان الكبيرة الرئيسية والطفل بعد كده يفكر ويقطار كنت لسه أسأل فده هل من السليم أنه يتم تدريس الدين في المدارس أي أن كان الدين ده هو دين إسلامي ودين مسيحي وما إلى ذلك ولا عدم تدريسه نهائيا ولا أنه يمكن كان فيه مقترح من كم يوم على أنه درس الأخلاق الحسنة والمبادئ العامة وما بحدش يدرس دين في المدارس ما هو ده اللي بيعملوه هم بيستخلصوا من الأديان القيم الأخلاقية اللي بتدعو للعدل والصدق والمساوئة في كل دين ده ما يبقاش إجراء صادم هنا في مصر أبدا صادم ليه لأنه منطقي وهل كل حاجة في مصر منطقية ما هو لازم يبقى منطقي لأن الطفل مش مفروض يتعلم الدين بتاع أبوه بس أنا كنت في المدرسة ييجوا البنات المسلمات يجبولنا شيخ مسلم البنات الإبطيات يجبولهم السيس يدرس لهم إيه ده ونفصل الناس عن بعضها آه ويفصلونا وبعدين يقول ده المسحين نصارى ده الوحشين ويعلموا الفتنة للأطفال الفتنة من الطفولة فالمفروض إيه يستخلصوا من جميع الأديان القيم وكل دين جميع الأديان بتحص على الصدق والمساوى والعدالة وما إلى ذلك لأن الله هو رمز للصدق والعدل مش كده ولا إيه في جميع الأديان طب ما يدرسوا ده على الأقل يوحدوا بين الأطفال على الأقل يعلموا حقيقة وجوهر الدين ما يجبوش بقى نصوص ده كانوا بيدرسوا لنا نصوص غريبة جدا النفاسات في العقد ما كناش بنفهمها دي عملتلي عقدة أنت عارف أنا طفلة الآية دي عميتي عقدة لأن النفاسات في العقد يعني إيه الطفلة عنده ست سنوات أو سبع سنوات يفهم إيه في النفاسات في العقد بدل ما يقولوا النفاسات في العقد يعلموه صدق يعلموه الأمانة دي الأخلاق هو ده حاجات يقدر يستوعبها عقل الصغار هل التغيير في مصر يبقى تغيير راديكالي يعني بالصدمة ولا إنه يبقى تغيير متدرج ما هو برضو الفاصل أنا مش بفصل قوي بين الراديكالي والمتدرج علشان إيه يقولك أنت راديكالي ثوري أنت خيالي أنت عندك طفولة ثورية ده كل ده تكسير مأديف تكسير إحنا المهم ندخل إلى جذور أنا ما بقولش راديكالي أو بالبطء يعني تدريج إحنا الأول هل إحنا بنغير في الجذور ولا بنغير في الشكل بس إحنا لازم نغير في الجذور جذور الفكر الطبقي الأبوي نغيره مش نتننا في الشكل زي ما أقول لكم في التربية والتعليم بدل ما يدرسوا الإسلام والمسيحية كما تدرس في مصر يدرسوا جوهر الأخلاق في الأديان كلها طيب يعني هاخد رأيك فيه أنه الدكتور جابر جاد نصر رئيس جامعة القاهرة خد قرار بمنع ارتداء النقاب داخل محافل الدراسة إطلاقاً في جامعة القاهرة الموظفات المدرسات في أي كلية كانت مفيش حد بيمارس عمله في جامعة القاهرة وهي ترتدي النقاب بتشوفي القرار ده أنه تغيير راديكالي ولا تغيير متدرج أو بتشوفي أنه ده تغيير جزري ولا تغيير شكلي لا شكلي ومحدود الدولة يجب أن تنع نقاب خالص مش بس أنا لو رئيس الجامعة أمنع أي وقت حتى تدخل الجامعة لأن النقاب ده ضد الأخلاق ليه لأن ممكن الواحد يتنقب أو الراجل يتنقد أنت تعرف القصة الراجل اللي كان بيتنقب ويدخل لعاشقته الزوجة والزوج هو اللي يفتح له الباب فالرجالة بتتنقب وبتعمل جرائم النساء بتتنقب وبتعمل جرائم وتكون أزواجها وما إلي زل وضد الأمن لأن الأمن مبني أن وجه الإنسان يبان مش معقول أنت تمشي في الشارع متغطي أنا بقول التغطية دي الكاملة زي التعرية هل يحق لك أنك تمشي إريان في الشارع؟ طبعا لا لا كذلك لا يحق لك أنك تتغطي طب فكرة حتى إذا أطلقنا عليها التعاري اللي هو ملابس بسيطة خالص قليلة جدا يعني تظهر أكثر مما تغطي وفي نفس الوقت ملابس أخرى زي النقاب بتغطي كل البني آدم مش ده يخضع للحرية الشخصية دي عايزة تلبس كده ودي عايزة تلبس كده لا لا دي عايزة كده ولا دي عايزة كده أما مين بقى العايزة؟ خلينا بقى أيوة أني نروح البنات الصغيرين الأطفال في المدرسة اللي ابتدائية اختاروا الحجاب ولا الوزارة اللي حجبتهم أقف قصد مدرسة ابتدائية أو أمها وأبوها أجبروها لا الوزارة ده أنت تلاقي البنات كلهم لبسوا حجاب أقف قصد مدرسة ابتدائي هتلاقي البنات كلهم لبسين حجاب أبيض سنهم إيه عشر سنين هل البنت اللي عندها عشر سنين دي اخترت الحجاب؟ أكيد لا لا وهي بقى عودوها بقى على الحجاب تطلع تجبر تلبس حجاب زائد إيه لما يبقى الإعلام هو الدولة وكله بيتكلم عن الحجاب ده شريعة طبيعي إنها إيه تلبسه هل نقول دي خرية شخصية؟ لا تربية والتعليم أنت صدرته لها على إنه فريضة؟ بالزبط فهي عليها أنها تؤدي الفريض بالزبط فين الحرية؟ الحرية دي لما يجوا يقولوني إيه؟ يحطوني كده يقولوني الحجاب ده تقال كذا وفي آية كده وفي آية ضده وفي كذا وفي ويحطوني أمام كل الأفكار حول الحجاب وأنا جي اختاره قطعا المرأة اللي عندها عقل سليم لن تختار لن نقاب ولا الحجاب ده مضر جدا أنت عارف الحجاب ده ده النقاب ده مخاطره على الأنف لأنهم بيغطوا الأنف فبيعمل مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للأنف والودان والشعر مشاكل طبية ويقولي في عياتي مشاكل نفسية وطبية خطيرة للنقاب وكذلك للحجاب لأن الشعر لازم يتعرض للهوى وللشمس لما الواحد يمشي فده مغطي وخانق فإذا ما فيش حد بيختار الحجاب هل نختار العبودية؟ أيوة الإنسان يختار العبودية لما تكون طويلة جدا أنت عارف لما واحد بيتسجن سنين طويلة قوي قوي في السجن ويفتحوله الباب ما يخرجش تعارف هذا؟ اتعود خلاص ما يخرجش ووقع في غرام السجان والسجانين خلاص فمي فيش حد بيختار العبودية إلا بالاستعباد طيب أروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام نكمل الكلام يا دكتور نوال تعتقدي أن مصر ماشي في اتجاه دولة مدنية ولا دولة دينية؟ مدنية ودينية يعني؟ متنقدة يعني إزاي الدستور يقول هديك مثل واحد إزاي الدستور يقول ممنوع أن تتكون أحزاب دينية وبعد أنت يلاقي حزب السلفي اللي هو ديني السلفي الرجعي عامل حزب كبير ودخل البرلمان إيه ده؟ ودخل الانتخابات تبقى دولة دينية لكن هي مدنية لأن جميع القوانين في مصر مدنية جميع القوانين في مصر مدنية معادة قانون الأحوال الشخصية أنت عارف هم متمسكين بالدولة الدينية ليه؟ بس الدستور فمدته رقم واحد بيحتكم إلى الشريعة الإسلامية فيدي صبغة برضو دينية على الدستور ومنه إلى بقية القوانين ما هو ده تناقض في الدستور أن يقول لك مصر دولة مدنية ديمقراطية وبعدين المادة اتنين تقول لك مصر دولة إسلامية ما هو ده تناقض رئيب زي بالضبط أن ما فيش ممنوع حزب سلفي أو ديني ويبقى فيه حزب فنلاقي حزب النور فيعني التناقض موجود وصارخ يعني باين كده للعينين ولا الدولة بتغازل الطيرات الدينية بتغادنها ليه؟ عايز الصراحة لا يمكن أن تقوم دولة دون دين حتى دولة أمريكية طبعا الدولة أوباما لم ينجح في الانتخابات إلا بعد أن تملق الكتلة المسيحية اليهودية في أمريكا طب أمريكا فيها شيء من المحافظة لو صح التعبير مقرد بأوروبا أوروبا أكثر انفتاحا أكثر أيوة ولكن الدين الكنيسة تلعب دور صحيح الكنيسة لا تحكم ولكن حينما تكون هناك أزمة تبدأ الكنيسة كذلك هنا الأظهر لا يحكم لكن لو فيه أزمة يبقى فيه يحكم الدين لا الدين مطلوب حتى في الدول اللي بنقول عليها دول مدنية وعلمانية ولا يتحكم مفيش لا توجد دولة مدنية في العالم دولة مدنية كاملة دولة مدنية كاملة مفيش أبدا أنا لفت العالم أبدا لازم الدين موجود لأن الدولة قائمة على الدين الدولة لما لوحد يقرأ كيف نشأت الدولة وإيه اللي بيخليها تقوم الدين أسمنت مسلح أسمنت أه طبعا هل ده صح ولا غلط غلط بس هياخد وقت هياخد وقت حينما يشعر الحاكم أنه يستطيع أن يحكم دون أن يستمد قوة سماوية من السماء يعني بعد كل السنين مئات السنين الطويلة من تحرر أوروبا من قبضة الكنيسة لسا في أسس دينية محتاجة لقوة السماء آه طبعا طبعا لأن الدولة قائمة على القوانين الظالمة لا يوجد قانون عادل في العالم هو مين اللي بيعمل القانون الناس الناس القوة السياسية في البلد فالقوة السياسية هي اللي بتعمل القانون ليه جميع القوانين في مصر مدنية ما عاد قانون المرأة أحوال الشخصية لأن المرأة نصف المجتمع عدديا لكن لا توجد لها قوة سياسية لا ما نقدرش نعمل حزب القانون أو الدستور يقولك المرأة ما تعملش حزب لكن السلفين يعملوا حزب بس يعني هل معقول أن احنا نطلب أن يبقى في حزب للمرأة طبعا ده يخلق لي مشكلة جندر جدا طبيعي يعني بيه أعمل حزب للمرأة وحزب للرجل طبعا أنا بعمل حزب للإنسان لا شمعنا الإنسان جد الوقتي طب تعمل بتعمل حزب طب عندك أحزاب ليه بقى عندك دلوقتي بقى يعني موضوع الحزب ده يقول لك الماركسين يقول لك لا الحزب يقوم على أساس طبقي مجمع أنت عمال اعمل حزب فلاحين اعمل حزب رأس مالي يعمل حزب الشيوعية اعمل حزب لكن النساء اللي هم نصف المجتمع ما هي الماركسية فيها صغارات كارل ماركس لم يكن ماركسيا انتعال فيه صغارات فنصف المجتمع من النساء اللي هو مقهور جنسيا واجتماعيا واخلاقيا ودينيا لا يستطيع أن يكون حزب طب من اللي سيدافع عن حقوق النساء حزب عادي ترقسه سيدة ويبقى فيه قوام كبير جدا من هذا الحزب من المرأة يبقوا بيتولوا مناصب قيادية داخل هذا الحزب يمكن يشكلوا حكومة في يوم من الأيام بس لو كان الحزب ده فعلا هيتبنى قضايا المرأة اللي حصل لو انت بصيت في الأحزاب المصرية أحزاب زكورية قولي ايه الحزب الوحيد اللي تبنى قضايا الوراء ده حتى الحزب المدني المتقدم اللي فيه أنا بس مش عايزة أقول أسماء حطوا النساء وراء عندي حزب الدستور رئيسته سيدة ولو مع تاتشر النساء الإنجليزيات فقدوا حقوقهم أيام تاتشر هيلاري كلينتون انت عارف الشابات في أمريكا مش عايزيني انتخبوا في هيلاري كلينتون وبياخدوا المنافس بتاعة الديموقراطي بيرني ساندروس لأنه أكثر تقدما بالنسبة لقضايا المرأة من هيلاري فمش مسألة وانا لسه ما قالي الأخير في الأهرام لا يكفي أن تكون امرأة حتى تؤمن بحرية المرأة فيه رجال متقدمين عن النساء مسألة العقل مش الجنس يمكن ده برضو بيخليني بروح على مسألة أنه لاحظت في فترة على الألف وسط أبنات جيلي بقى أنه هم رجعيات أكتر من الرجالة يعني هن يطلبنا عدم العمل أنا هتجوز واعد في البيت للأسف أصبح في حالة رجعية تانية يمكن لها أصول مسألة الختام فأصبحت الأم هي التي تطلب أن تخدم بنتها حتى مش هذا الأب الرجعي وهكذا إيه اللي حصل عند ستات مصر لأنها خافت المرأة لما تقدمت دفع الثمن غالي أنا كان لازم أطلق ثلاث أزواج عشان أعد جنبك كده بعقلي وأكلمك كان لازم أطلق ثلاث أزواج مع أنه كانوا ثلاثة رائعين يعني معلش رائعين بالنسبة لهم مش بالنسبة لي أنا بالنسبة للمجتمع لكن المرأة خافت لأنها تقدمت ولقى تتمن غالي قوي فتقارت بعد الأرض اللي كسبتها تتنازل عنها كده ما هي عايق عشان ولادها أصلي يقول لك الأمومة فيه ستات بيتضربوا من أزواجهم وتعد عشان ولادها يعذبنا عشان خطر العيال عشان العيال أو يروح يتجاوز غيرها عشان العيال زو ما إنهم بيقلدوا المرأة الأمريكية المرأة الأمريكية بترجع للبيت بتصابر رأس مالية الشرسة وما يسمى كأنيس الفقر أنت عارف لأن المكتب علماء بيقهر مين اللي بيقهر النساء والزنوج والفقراء شوف الزنوج عاملين صورات في أمريكا والنساء بيطلعوا في صورات مع الزنوج لأن التقدم اللي خدته المرأة خوف الرجال خمسة وسبعين في المية من فقراء العالم ستات سبعين في المية من منتجات الغذاء في العالم ستات يعني هم بيأكلونا وفي نفس الوقت فقر ومش لقيني أكلونا زي إحنا إحنا اللي بنأكل أمريكا إنت عارف ما يسمى العالم الثالث هو اللي بيوكل أمريكا هم بيأخذوا مننا الفلوس وبعدين يقولوا بيدونا معونات ده هم بينهبونا إفريقيا وآسيا يعني أموالهم لو لو الواحد يدرس الاقتصاد هيلقي أن الأموال مش بتيجي من أوروبا وأمريكا لنا لا العكس هي تذهب من أسيا وإفريقيا إلى الغرب وبعدين يدونا شوية معونات قد كده اللي هي ما تجيش ولا حاجة في اللي بياخدوه عاملت كده زي البترول العربي تصدروا خام يرجع لك مصنعات بالضبط وكل حاجة يعني كل المواد اللي خام اللي عندنا وشوف البترول قد إيه المنطقة بتاعتنا دفع تمن البترول طيب هرجع تاني على رجعية المرأة المصرية والعربية بعد ما خدت أرض تراجعت وقفت وراء هل في أمل يعني كنت أنا بتكلم على جيلي وأنا رجل عندي 41 سنة هل في أمل في أنه السيدات المصريات والعربيات يحاولوا يحصلوا على أرض جديدة داخل هذه المنطقة طبعا تعالى احضر بقى الملتقى الملتقى أبدا بيقهرها بيقهرها وأي وقت يتخلى عنها من أجل نزوة فالمرأة تقولك لا عملي وفعلا ده صحيح أنا اللي حماني عملي اللي خلاني قوي عملي انتاجي كتاباتي عقلي وليس الزوج فإذا المرأة فيه جيل أديال من الشبات بتشترط لا يمكن تتزوج إلا رجل تمتحنه امتحان عصير جدا وتشوف هل الرجل ده هيبقى فعلا رفيق عمر ولا لا ده حاجة فيه ناس بتتجوز وما تجيبش أطفال أنا شوفت شبات تقول لي أجيب أطفال ليه ده إحنا عندنا انفجار سكاني أجيب أطفال ليه لممارسة الأمومة لكي يمارس هذا الرجل الأبوة لا قصد الأمومة والأبوة مش بايولوجية دي أنانية لما أنا أحب ولادي بس الشبات دي الوقت تقدر تدي حبك لنا سألي طبعا هو إحنا قطط وقرانب طب ما هو الحيوانات بيحب بيواكل ولادهم لكن الإنسانية إن الواحد يحب غير أولاده ليس من الضروري أن نلد الأطفال بايولوجيا عشان نحبهم ونرعاهم إحنا عاودين نصل إلى مرحلة أرقى من الأبوة والأمومة عايزين كده فالشبات بيكلموا بكلام ده الوعي الوعي الإنساني وبعدين إيه تاني الشبات كمان عندهم رؤية لقضية المرأة لأن قضية المرأة كل أسف مش مفهومة في ناس فاكر قضية المرأة إنها تخرج تلعب مع الرجال إنها مش عارفة تحط مكياج إنها تبقى أنسة لا الشبات دلوقتي يغيروا مفهوم الأنوسة ما بقوش غطوا مكياج بنت بتلعب رياضة البنت عندها مفهوم جديد للأنوسة مفهوم جديد للرجولة لا يعني أنا عايزك تليوم الملطقة لما نهجي ده أكيد آه ضروري أنا بدعوك لازم لازم أنا أتشرف طب هل أقدر أقول أن المجتمعات لها سقف للحرية وكل مجتمع ليه سقفه الخاص آه طبعا كل واحد له سقف وأنا ليه سقف يعني أنا لو أخد حريتي هتقفله البرنامج ده حطة سقف كل واحد له سقف دكتور نوال حطة سقف لنفسها ولا المجتمع والظروف وحطت لك سقف لا هو بتبقى معادلة معادلة إزاي الواحد يعبر عن أفكاره بطريقة مهزبة ما تجرحش المشاعر ولو أنك محتاج تجرح المشاعر يعني أحيانا بس تجرحها بأدب يعني أنا ضد الشتائم أولا أنا ضد تجريح الآخرين أنا ضد يعني أن الواحد كده يشتم لا النبل واحد يعبر عن أفكاره وقد تكون راديكالية جدا طب إيه سقف دكتور نوال السعداء سقفه إن أنا أكون مهزبة يعني مهزبة آه يعني يعني لا يمكن أشتم في واحد وخصوصا في غيابه أكون مهزبة ولا تشخصني الأمور أبدا ولا أشخص ولا أتكلم يعني عايزة أمقد وزير ما قولش اسمه ولا أجيب سرط دا ولكن أنا بنقض نظام بنقض أفكار بنقض موضوعات قضايا بتكلم فيها لكن عمري ما شخصا الموضوعات ولا أجيب سيرة ناس وبعدين الواحد بقدر الإمكان يقول رأيهم وطبعا يدفع التمن يدفع التمن يدفع التمن ضروري لا بد من دفع التمن سقف الحريات في مصر حده يصل إلى أي مدى يعني لو جينا نتكلم على حرية العلاقات ما بين الناس وبعضها رجالة وستات وحرية العلاقات ما بين أبناء الجنس الواحد المثلية الجنسية إذا صح التعبير دي حاجة يقدر يستوعبها المجتمع المصري دي حاجة المثقفين المصريين يقدروا يتكلموا عنها إن كانوا مؤمنين بهذه الأفكار طبعا طبعا أنا بكلم في ده بس بكلم بالقلم هي المثلية الجنسية إيه إنت عارف الإنسان أحيانا بيولد في جينات بسيجة فتملوش يد فيها يعني جينات مولود دي نسبة معينة في نسبة أن الولد بيعتد عليه هو طفل من رجل كبير الأب الأخ المدرس الخادم في الأسرة أو أي رجل كبير أو جار أو أي إن كان أو جار يعتدي عليه فالولد يتعود على الجنس والجنس عادة الجنس تعود ففي جزء راسي في جزء تعود التربية خوف يعني لها أسباب تسهيرة فالواحد لازم يحلل أي قضية أي مشكلة الواحد يحللها ويرجعها إلى أسبابها الاجتماعية الاقتصادية البيولوجية ويفهمها وبعدين يعالجها لكن مش أجل حطهم في السجن لم يجوا المسليين حطهم في السجن وأقول أصلهم أولاة الأدم يفهم التصرف معهم إزاي في ظل أصلا أن المجتمع أولا لازم في حرية يامر واحد كل واحد وكما لا يبيح الحرية ما بين رجل وامرأة فهيسمح بحرية ما بين امرأة وامرأة ورجل ورجل المجتمع مالوش دخل في العلاقات الجنسية يعني زي الدين جوهر الدين الأخلاق مالهاش علاقة بالجنس ما هم دخلوا الجنس في الدين وفي الأخلاق وفي الدولة عشان يحكموا الناس تعرف عشان تحكم شعب لازم تكبته جنسيا العبيد بتكبته المرأة بتكبته جنسيا الرجل مش مكبوت الرجل يعني حر لأنه مش عبد زي المرأة فحينما تريد أن تحكم بشر لازم تكبتهم جنسيا تأيدهم تجب لهم قانون أخلاقي صارم وهكذا فإذا يعني العلاقات الجنسية دي مسألة شخصية لأن كل واحد بتربته بجناته بكذا مركب 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 فلازم يكون خر إيه اللي بيخلي الأسرة تعيسة أو الزواج تعيس إن الرجل عايز المرأة تبقى نمط معين زوجته لازم تبقى نمط معين وإذا ما كانتش النمط ده ما تنفعش وهي عايزة زوجها نمط معين ما ينفعش ما حدش بيقدر يبقى عنده براح ده لأنه ما تربناش إحنا ما تربناش على الحرية وخصوصا فيما يتعلق بالجنس نمط نمشي عليه هو ده أو تتقطع رؤبتنا المفاهيم دي هتتغير إزاي في المجتمع منظومة قوانين ولا حراك مجتمعي لاتنين بالتوازي الحراك هو اللي بيغير هو مين اللي بيغير القانون الحراك الحراك فالحراك إيه اللي بيجيب الحراك العقل تخيلة دكتور نوال لو أنه مجموعة خدت قرار أنها تتحرك مجتمعيا بشأن حق المثليين دول هيتضربوا بالطوب في الشوارع وبالزلط ما هو ده حصل في أوروبا وهتحرق بيوتهم و أنت عارف في أوروبا حرقوا المسليين الكنيسة حرقت المسليين حتى حرقوهم في أوروبا وأمريكا حرقوهم وفضلوا وفضلوا وحرقوا النساء ما كانوا بيحرقوا النساء اللي بيتحرروا إن يربطن على خشبة وطبعا طبعا طبعا لما تبقى رائد الريادة بتدفع ثمن الرواد دايما بيدفعوا ثمن كبير جدا ولكن الحراك بييجي وأي حراك له الرواد أي حراك بالنسبة للنساء أو المسليين أو ناس مختلفة عن النمط طب حرية العقيدة يعني أي حد بيتكلم في كلام مغاير على طول هيتقلوا أنت ملحد أنت كافر ما كانش كده مصر يعني لما نيجي نقعد نقرأ لماذا أنا ملحد فيردوا عليه بلماذا أنا مؤمن وما فيش حد فيهم ضرب التاني ولا شتم التاني حتى في الردود وفي هذه المساجلة ما حدش تغول في الرد باللفظ على على الآخر لأنه كان عندنا حرية لبريالية زائفة إلى حد كبير كنا مجتمع على 2% ده يقولك يا سلام أيام الملك كانت بنات ستات لبسين جابونية وتشوفوا مكلسوم ده اللي أنت شايفهم كان ده واحد في المية اللي بيشوفوا مكلسوم أنا ما حضرتش ما قدرتش كواحدة أدفع ثمن مكلسوم وحضر لها حتى بالك فلبريالية دي إن واحد قال لماذا ألحد واحد رد عليه ده ده فوق في الواحد في المية لكن 99% في المية من الشعب راكد في التزم وتديني والبنات بيتقتلوا بسبب الشرف تحت في الوقت اللي هو لماذا ألحد البنت بتتقتل بيتدبح ويتدفن ولا كان في حاجة بتتقتل لكن إحنا عندنا ريد بوقتي أكتر أكتر من أيام الملك طبعا أنا كتبت مصرحية اسمها الإلهي وقدم استقلته والأظهر قدمني للحزبة المحاكمة وكانوا عاوزين ياخدوا الجنسية مني والمحامين تكاتفوا وطلعت براءة ده يعني حاجة حاجة عظيمة سحب جنسية اه سحب جنسية في حد يفكر في كده بس بقولك بس بس خدت البراءة يعني يشوف احنا لازم نشوف الإيجابيات الإيجابيات أصلا أختلف فكريا فأتحول فجأة إلى خاين يعني طبعا لا بس انت برضه لو كنت عشت أيام الملك في الطبقات الوسطى الفقيرة كنت هتتعم قوي 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 عن دلوقتي لا ده كان مجتمع خطير مش عايش فيه غير الواحد في المية والباقي ميتين عبيد والباقي عبيد لكن دلوقتي على الأل فيه حراك فيه حراك اجتماعي فيه النساء بقت بتتكلم النساء بقت أستاذات في الأظهر وفيه أستاذة غيرت لقحت الأظهر وراحت سافرة يعني لا فيه حراك طيب أخيرا ماذا لو وجدت أن هناك دعوة مقدمة من رئيس الجمهورية للقاء مع الدكتورة نوالي السعداوي أولا هتوافقي ولا مش هتوافقي لو هو طلب يقابلني هوافق اتنين لو هو طلب مش أنا هطلب لو هو طلب يقابلني هاروح وأنا أتمنى من يطلب الحياة هاروح دي حاجة الحاجة التانية هتروحي بأجندتك ولا هتنتظري أجندته هنتظر أجندته هو يعني هتنتظري أنه هو اللي يتكلم في موضوع النقاش أنا هسمع منه لأنه هو طلب يقابلني هقوله طلب تقابلني ليه أكيد على نقاط واحد اثنين ثلاثة بالزبط يعني أنا ما طلبت يش أقابله هو طلب يقابلني لو أنا اللي طلبت يقابله يبقى معي أجندة لكن هو طلب يقابلني فأنا أقوله إيه الأجندة ليه طلب تقابلني لو تقدمت ليه بنصيحة تنصحي بإيه السيسي نصيحة أنا ضد النصائح لما حد يقولي هديكي نصيحة بازع الأوج صحيح أنا ضد النصائح وعمري ما نصحت ولادي ولا حاجة لكن بقول أنا ممكن لما نتناقش أتناقش معاه وكده أقوله يعني فيه تناقضات كتيرة أو إزاي أنت تقول حاجات والحكومة ما تعملها طبعا أنا فهمة أن جسد النظام موجود لكن ليه مش ليه ما بتقدرش تغير ليه ما بتجيبش ناس حواليك من خارج هذا الجسد ده نمرة واحد نمرة اتنين الوزراء الوزراء بيجوا إزاي ويمشوا إزاي إيه المعيار إيه المعيار وبعدين طبعا أنا مش بحمله هو كل شيء الشعب لازم يتحرك لكن أيضا هو مسؤول هو في إيده مسؤولية كبيرة جدا جدا وفي إيده سلطة خطيرة فلازم يستخدم هذه السلطة ويبقى حواليه ناس مش منافقين لكن بكل أسف إن اللي بيحصل إنك لما تبص تلاقي ما سميهم البلاط الملكي أيوه آه يعني اللي بي دايما رجال البلاط دول آه اللي بيحترم نفسه ما بيروحش السيسي السيسي مفروض يدور على الناس اللي ما راحولوش لما يلاقي ناس جريوا عليه ما ياخدهمش لأنهم نفس الناس اللي جريوا على السادات ونفس الناس اللي جريوا على مبارا واللي جريوا على مرسي واللي جريوا على السيسي فما ياخدهمش لكن لأن الحاكم بطبيعته معزول على طول السيسي حواليه طبقة عازلة طبعا ودول هم محترفين السياسة أول ما رئيس الدولة يجي حتى من أول ما يشموا إنه هيبقى رئيس طبقة عازلة أنا أقوله إزاي تكسر الطبقة العازلة تكسرها إزاي؟ ينزل للشباب هو بيكلم عن الشباب بس ما بينزل لهمش يفرج عن الولاد اللي في السجن دول؟ ينزل ويفرج عن جميع المساجين بتوع الصوى جميع المساجين أنا ضد السجون السجن لا يربي وما بينفعش ولا قطع الرقبة أنا ضد الحاجاتي ويبتدي كده ده فيه شباب زي الورد فين هم؟ فين هم؟ وبعدين الشباب اللي هم أحاطوا بيه كانوا منافقين راحوا فين؟ كان فيه حرغة سمعته مرد دي طلعت كده واختفت أنا مش عارفة هي راحت فين؟ فيه شباب زي الورد هو منعزل عنهم منعزل فيكسر الطبقة العزلة يكسرها ويروح للشباب ييجي الملتقى بتاعنا ييجي الملتقى؟ أقول له تعالى احضر مرة الندوة تفكري مرة تعزمي ييجي أحضر ملتقى من الملتقيات؟ لا هو أنا مش بعزم حد هم بيجوا لنفسهم أستنى لو عزمته مش هيجي يمكن يعمل مفاجئة؟ لا هو ييجي لوحده هو المفروض الحاكم ما يساعدش على انعزله هو يكسر هذه العزلة عبد الناصر انعزل وعشان كده انهزم وأنا أيامها كنت في نقابة الأطباء وقلت كده انعزل وكننا احنا الشباب بنغلي ونقول له غير مقدرش طبق العزلة حول عبد الناصر قتلته وهزمته السادات من الأول هو مضيع ضيع البلد ومبارك مضيع البلد السيسي فيه أمل نرجو انه يكسر الطبقة العزلة اللي حواليه ينزل الى الشباب الحقيقي اللي بيشتغل في الأرض ينزل لهم مش الشباب المنافق اللي عايزي بقى رئيس حزب لا ماينفعش ياخذ الشباب المكافح اللي بيشتغل وحاجات كتيرة بقى حاجات هو قادرة بيها لما القعدة تحصل الأول على هذا شكول حضرتك جدا 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 خالص على أن احنا كنا مع بعض النهاردة سمحت لنا أن احنا نسجل معك الحلقة وسمحت لنا أن احنا ندخل البيت ونكركب البيت ونعطلك ونصحيكي من بدري ونعطلك مرتين وبعدين نكمل الحلقة بالطريقة دي نورتين وقفتين أنا بشكرك وبشكركوا كلكم وأرجو أنها تكون حلقة مختلفة هتبقى حلوة بحضرتك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة